اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدلا من السبت ساعة سبعة ونص ان شاء الله الاهلي والنجم الساحلي ان شاء الله يرجع الاهلي وقد اتم المهمة على اكمل وجه بالمطشين دول باذن الله تعالى عشان كده النهاردة يمكن الحلقة كلها في الاحتفاء بالاهلي في الفخر بالاهلي في البحث عن تفاصيل هذا الحدث الكبير اللي ظهر في استاد رادس واللي اكد للمرة العشرة ربما بعد المئة التانية انه الاهلي ما يعرفش المستحيل الاهلي هو من يمكن ان تراهن عليه باطمئنانا بشوانس الحمد لله تكريس لتاريخ طويل وسوابت مهمة ونمازج مبهرة تتكرر ولذلك عجبني الاتفاق ان احنا عنواننا النهاردة يبقى الاهلي الفكرة والتاريخ الاهلي الفكرة والتاريخ والتاريخ هنا يا جماعة اللي ملوش تاريخ يشتري له تاريخ واللي ملوش ماضي لا هيعرف يشخص الحضر بتاعه ولا هيقدر ينظم او حتى يستشرف المستقبل عايزين تعرفوا قيمة تاريخ الاهلي في اللي حصل في رادس ايه شوفوا الخضة الكبيرة اللي عند الاشقاء في تونس لمجرد ان هم تعدلوا مع الاهلي هنا وخايفين من غضبة الاهلي هناك شفت الحلقة الماضية الزميل امير هشام وهو بيتكلم من هناك وحتى محسن لملوم الزميل الصحفي بالاهرام الرياضي لما قال اللي انا لمسه عند جماهير التراج وعند مسؤول التراج ان هم مخضوضين جدا ما فيش احتفالي مش محتفلين هم متعدلين في برج العرب اتنين اتنين لانه التجارب السابقة جدا ضغط عليهم قوي هي دي السمعة وهو ده التاريخ اللي بيحقق الحضر عندي تعليق اجيله لما تقول ولا هو ده العنوان اللي نتكلم عليه حلقتنا النهاردة كل ما فيها خلاص خلصنا فيك كل الكلام اسمح لي بقى اقولك يعني ايه التاريخ والفكرة النادي الاهلي اللي حصل في رادس هو عصير هذه الفكرة وهذا التاريخ ايوا عصير مية وعشرة سنة تكريس لكل معاني القيم واستدعاء الهمة وعدم الاستسلام للصعاب وتحدي ما يبدو مستحيلا وتستشرف فيه من المواقف السابقة الهام لما هو قادم ولذلك انا حرصي الدائم وعايز الناس تخلي بالهم الكلام ده جماعة انا مش بتكلم على متشاة كورة ولا نتائج ولا بطولات اللي هي حقيقة تدعو الى الفخر والزهو مش عايزة مناخشة يعني ولا بتكلم ان نخسر النهاردة عشان نكسب بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة سأمة نتعثر بعد عشر سنين ولا حاجة ولا لا كل ده تجارب وفوتنا فيها وكل ده كل القيادات وكل المسؤولين عبر تاريخ النادي الاهلي مروا بيه ولا فكرة انك انت تفضل تفكر في اعضائك وسعادة اعضائك وانك انت تعمل المنشآت وانك انت تطور عشان راحته مواه جنب الى جنب مع الحفاظ على قيمك اللي هي بتحقق كل ده واللي هي بنلخصه بكلمة الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم عظمة الاهلي يا جماعة انه تاريخه ده محدش عارف يعمل فيه ايه هي دي مشكلة المنافسين اللي ما بيحبوناش يقدروا على المتشاط ممكن يكسبه يقدروا يعملوا مش عارف ايه يقدروا شوشاروا التحكيم لكن لا يمكن هستطيعوا ان يصنعوا هذا التاريخ لا يمكن يقتضي منهم اولا تغيير سوابتهم وانهيار سوابتنا سوابتنا طول ما فيه ناس بتحافظ عنادي الاهلي لا يمكن هتنهار باذن الله لانها بتسلم من جيل لجيل لذلك انا ببقى الان لما لقي واحد ما بيحبنيش يبدعني خلي عنك انت الاهلي ده حلو لا مش من قلبك ومش هتقدر تعمل ومش هتشربها لنا فاحنا ده كلامنا من غير حد ما يزعل مننا كل واحد يروح في المنطقة اللي بيحبها انهم نحترم بعض كلنا ونبقى صحاب ونأكل مندي مع بعض من أستاذ سمك مع بعض ونعمل كل حاجة أستاذ إبراهيم لكن تاريخنا يبعدوا عنه لأنه ده مش اللي حلتنا هو ده همتنا هو ده زهونا هو ده فخرنا هو ده اللي مخلي جمهورك مختلف عن كل الجماهير هو اللي ده اللي عارف انت يقصو وانت يحنو يعني يحنو لما تحتاج للحنو ويقصو وانت كسبان وقف يبتدي انتقد فيك لأنه عارف انك حتتحمل حتتحمل انه قولك كان فيه أحسن من اللي انت عملته ده لكن لما ليه كيبتديت الله لا وعد تروح مني لا تعالي بقى ده احنا وصخين فيه اللي فات ده كله كان كنا عايزين أحسن من كده لكن انت كويس وانت تقدر تعمل ودي الرسالة اللي انطلقت من التيتش واللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت رسالة من التيتش إلى رادس اللي كانت عنوان الحلقة اللي فاتت واللي هي فعلا وصلت بمعناها الحقيقي تنزل لي أمي ييجي فيه جون يغيص برضو كل جوال بتيجي فينا جوان غريبة ييجي فيه جون يغيص ملوش مبر لكنه استنفرك ويستنهدك استنهدك ايه ده أصحاب الخطأ هما نجوم المباراة بدن ما ينهاروا بالظبط افتكروا استلهموا من اللقطة ايه اللي حصل علي معلول نجم النجوم اكرامي الشغط التاني رائع جدا فهذا هو الاهلي هذا هو الاهلي الذي يصدر يعني انت كنت بتقول تشنيعة منقولة عن الكابتل فاروق جعفر انه بيقول لك كنا نروح ما نصدقش ان احنا تسيبنا او تعادلنا غير لما نسمح في نصر التسعة اه قال لك الليلة طول لو في اللي توويس على السبس ايه ما كنا بنلعب تلاتة ما كانش فيه اضواء اه هذا المعنى اللي فيه يعني صورة يعني ساخرة او طريفة لكن فيه عمق فيه عمق ان النادي الاهلي لاخر وقت لازم تخلي بالك وقد لا يحدث لكن انت عارف ان قد يحدث او غالبها سيحدث فمهما حدث احنا خلاص حققنا الاحترام وانا قلت اهم حاجة اهم حاجة نرجع بها من تونس الاحترام اهم من النتيجة فتحققت النتيجة والاحترام النهاردة عندنا ماتش مع النجم السحيلي وماتش مهم جدا النجم السحيلي فرقة رزل بمعنى الكورة فرقة تاكتيكية فرقة يعني فارجو ان احنا نرجع بهذه الهيبة وهذا الاحترام مش ضروري بالفوز ولكن اذا قدرنا الحقق بشيء عظيم جدا ولكن يا جماعة لازم نرجع واحنا مخسرناش اي حاجة بقى لان برضو ماهو اختبار تقيل في نفس البلد تخوض اختبار اخر مع منافس عنيد اخر من نفس البلد فارجو ان احنا فكرة ان النادي الاهلي فكرة محدش يلعب فيها ولا غيرها وتاريخ لا يمكن تشويهه وهذه مسئولية كل الاجيال والجيل الحالي تحديدا وكمان جيء مسئولية الجمهور شفت الجمهور لما قام بدوره على اكمل وجه قبل ليلة الصفر شفوا التأثير المعناوي والتهيئة النفسية الكبيرة اللي عملها لكل اللاعبة وعلى رأسهم شريف كرامي ازاي قدر هذا الجمهور الرائع العظيم يستعيد لشريف ثقته يندهله ويقول له ويلعب ما يهمكش ارجع زي الوحش عشان شريف يكون واحد من نجوم موقع ترادس شفنا كمان روح الفانيلا الحمر والحلقة الماضية اعتقد سمعتونا واحنا بنقول الاهل على موعد مع هذه الجميلة في تونس وقلنا مفيش اجمل من روح الفانيلا الحمر كاكثير للحياة الرياضية بالمعنى الحقيقي وقلنا انه يا جماعة فكرة روح الفانيلا الحمر بكل ما تعنيه تاريخيا من التمسك الشديد قوي بارادة النصر من رفض الهزيمة باي حال من الاحوال من الحث على بزل اقصى جهد لغاية اخر نفس بعد النفس الاخير شفنا هذا التمسك الحقيقي بارادة النصر وبأسباب التفوق وبس لكل طرف المسؤول بيقوم بدوره اللعيب بيقوم بدوره المدرب بيقوم بدوره الجمهور بيقوم بدوره عشان تكون المحصلة ان روح الفانيلا الحمراء تشد الفريق بعد كل هذا التحدي شايفين تقلق شريف جي من امتى شريف اللي رجع من برج العرب الاعلام بغباء شديد جدا قاسي عليه وبغباء شديد جدا تم التجريح فيه والاسائل والناس نسيت حتى اللي بتجرح فيه نسيوا انه ده افضل حارس في المسلم اللي فات وصاحب شباك عزراء في 23 مباراة نسيوا له كل ده واستدولوا الوحدة لكن جمهور الاهل ده كان له رأي تاني خلص والمشهد ده مع الشريف ده تقلق شريف في رادي سباش مونس اه طبعا هي البداية من هنا انك انت تحسسني انك واثق فيه هو فيه مثل يقولك ايه الفارس اذا وقع من صهوة الجواد عليها ان يمتطيه فورا لانه لو استنى ممكن يكش بعد كده والحصان يطمع فيه لكن لما يوقعني الحصان وروح مخضعه تاني ويرجبه بتعدي فامططى شريف صهوة النجاح فورا السقوط في كبه الخطأ مين اللي رجعوا بسرعة الجمهور يلا شريف انسى اللي فاتح احنا معاك بنحبك واسخين فيك ده اي مسئولية تعمل فيك ايه دي تخال نفسك مكانه تعمل فيك ايه دي وتشعر ان الجمهور ده ايه الحقول اللي لوها عندك فيها والرسالة وان كانت وجهت الى شريف اكرامي مباشرة ولكن هي رسالة سمعت كل اللعيبة حتى جداد شافوا ايه ده ايه ده ايه ده احنا بنلعب في النادي ده دي النادي بتشجعه هم كانوا فين دول ولذلك كانوا فين دول لدي بيكونوا موجودين باستمرار بقى بس بالطريقة دي مش عادين نغير كتالوج النجاح قدامنا هو هم عملوا ايه والتزموا ازاي وكانوا منظمين ازاي الامن يتعامل معاهم بالشيكة ازاي نفضل على كده امن النادي وامن الشركة الخاصة سهل لهم المأمورية ازاي هذه هي الرسالة مركزين في ناديهم محدش باذن الله حيجي ناحيتنا انت تحدد فردس مش بس الصعوبة بتاعت النتيجة ولا صعوبة المنافس الفنية ده انت تحدد كمان استمرار التحامل التحكيمي صحيح ازا لما انت تبقى كواسي قوي تتحمل مثل هذه الاخطاء اتمنى اتمنى ان يا جماعة لما بقول قد تاريخ والفكرة مش بنقول كلام كده هو ده الاهلي لازم نحافظ عليهم وقال لا نسمح لأحد بلعبت فيهم خالص خالص يا استاذ براهي الكثير من الصغائر تحدث حولنا وده ده لي لأ وده مش مش فضيين احنا ورانا اهلي ورانا اهلي نخلي بالنا منه ورانا اهلي نذكر الناس بيه ها ما هو اللي عنده خمسين سنة اهلي واللي عنده تلاتين سنة اهلي مع احترام يعني لازم حيكون شاف حاجات كتير طب